اهلا وسهلا بحضراتكم مرء اخرى ازائي المشاهدين خلوني ارحب بضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن مجدي طلبة زكا كابتن مصر مشرف ونور سعداء جدا بوجودك معنا النهاردة اهلا بي كابتن اسلام ربنا خليك عندي كل فترة كده مستعين بحضرتك علشان نعرف وجهة نظرك فيما يحدث من احداث رياضية حوالينا لانه خلال هذه الفترة يعني عندنا احداث رياضية كثيرة جدا ولكن خليني في البداية كابتن مجدي ابدأ مع حضرتك معرفش حالك شفت رسالة سوارش او ريكاردو سوارش اللي عملها من شوية للنادي الاهلي يعني هو اتكلم الحقيقة بشكل جيد جدا جدا عن النادي الاهلي واتكلم وهتهالي يا شباب برضو عشان الكابتن مجدي يقراها معي اتكلم وقال انه له الفخر في التواجد داخل النادي الاهلي وخلي بالحضرتك برضو يعني هو اتقال عليه انه هو قال كلام سيء على النادي الشباب ده اللي انا سمعته قبل الفترة الاخرانية اه لكن ده من الحساب الرسمي ليه وده هو يعني اما اتكلمنا وعرفنا عرفنا انه هو اللي قال هذا الكلام ده الكلام الحقيقي اللي هو يعني مقتنع بيه وقاله هو رجع قال انه ليه الفخر الشديد او سعيد جدا بالتواجد فيه اكبر نادي في افريقيا وكل هذه الامور وانه سعيد برضو بتجربته مع الشباب وانه عندنا شباب محترف ومحترم وعمل شغل جاد جدا في الملعب ده طبعا عشان يرد على الكلام ما قبل انتهاء عقده هو انا اعتقد هو اتعامل باحترافية كبيرة جدا ودي على فكرة مش غريبة على البرتغاليين يعني المدرسة البرتغالية بتوجيد التعامل مع الميديا وتوجيد التعامل مع الادارات المختلفة اللي هي بتشتغل فيها يعني ما شوفناش او ما سمعناش عن مدرب بورتغالي بتحصل منه مشاكل خالص في اي حتة من اي نوع غير شوية مورينيو بس شوية بس انما غير كده البرتغاليين كلهم مشهورين من اهم منذاتهم ازاي يتعاملوا مع الميديا ازاي يتعامل مع الموقف المختلفة واكبر دليل على كده كالوس كيروش مسأل ان اخر واحد يتعاملنا معاك مصري بسنا عنده مشكلة كبيرة عنده بقية مستحقات مش عارف ياخدها ما دي حاجة تانية انا بكلم الميديا يعني حتى المشكلة بتاعته هو بيعرضها المشكلة اللي مع اتحاد الكورة هو بيعرضها ما بيخسرش فيها اتحاد الكور اوكي يعني طريقة العرض بتاعته بتبقى فيها نوع من انواع الديبلوماسية شوية اوكي فالبرتغاليين ده هو صوارش واحد منهم وهو اكيد هو اسم صوارش مش كبير يعني هو الناد الاهلي ضفله كتير جدا 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 في تجربة الصغيرة ديت بالرغم من عدم النجاح النسبة بس هو هياخد هياخد الجزء النجح في القصة كلها وهيسوقه كويس اوه بدايته ايه ايه الجزء الكويس اللي ناجح فيه انه هو هيقولك انا اعمل عشر متشات كليم شيت مسلا في وقت ان انا لما روحت كان ناشئين بتاع ان الفترة اللي انا قبل ما روح فيها كان كل متشين يجي ثلاثة اربعة تجوال في الفرقة اوكي انما دلوقتي انا عملت عشر متشات كليم شيت بلعب بناشئين كلهم ما بلعبش بتيم الاساس خالص فهو هيعرف يسوق دي كويس والراجل بتاعه هيعرف يسوق دي كويس وفي الاخر احنا عندنا قناعة ان هو الراجل ما خدش فرصته الصحيحة يعني احنا كجمهور نادي اهلي او اللي بيشتغلوا في النادي الاهلي عندنا قناعة بانه اه ما بانش حاجة منه تقول انه في بوم ممكن يحصل انها في نفس الوقت بتديله العزر الكامل في الفترة اللي قضاها لانه قضاها تحت ضغوط شديدة جدا وبدون وبعوامل كتيرة جدا ما تقدرش عن طريقها تقايم لما ينتهي تعاقده كابتن بالطراضي ما بينه وما بين النادي كان هناك اجماع تقريبا على ان هو لازم يمشي ايه ما بتداني بقولك يا اسلام عشان ما حصلتش منه ان احنا شفنا البوم اه ان احنا ما شفنا لان حركة مدير يعني كواحد برضو نجم كبير ومدير فني مسكتة عندها كبيرة وكتيرة شايف ايه بص اه كان فيه ضغوط وفي موعد المباريات او في توقيتات المباريات اكيد انما ده مش هيمنعني او ده مش هيمنع انه يبيني الاستراتيجية بتاعتي انا كمدرب كمدير فني بقول الحاجات اللي انا عاوز اعملها وهمرانوا عليها ان شاء الله ماشي يعني انا في الحاجات اللي انا عايز اعملها اذا كانت جمل او كل يوم ولا يومين ممكن هعملها ماشي وممكن اه طبعا عادي جدا ما هو اصلا خلي بالك احنا بنعمل احنا تاني يوم تاني يوم اذا ما كانش الفترة ديت اول يوم بتعمل الريكوفري بتاعك يوم الماتش بعد الماتش على طول بتعمل الريكوفري بتاعك لدي ما اس% الحجب يبين اللعيباء هو عايز اعمل ايه يريد ان يتحرك ازاك في pathways ام اثناء النص ساعدية تستстраив Ziel بالبط اول يوم الثالث اول يوم الثالث الو القبل المباراة يوم قبل المباراة على طول بالبط انا هنا هاعتمد على اني انا عندي اللعيباء اللي موجودين عندي في النادي الاهلي في اللعيبة عندهم المنتر المنتر بتاعهم مشRed serve الص乱 على اللعبة التانية فهنا أنا هستفيد من دي في النظري وفي العمل وفي الفيديو وأنا ورد جدا أن أنا أستعين بمقاطع فيديو لمباريات حتى تكون بتاعت أنا مع فرق تانية ووريها للناس بتاعتي علشان نعمل زيها ما فيش ما يمنع من هذا خالص إنما إحنا جوه الجيم ما شفناش الحاجات دي كانت اجتهدات شخصية مرة شفنا أن كريم بيجي من بره الجوة كريم فؤاد أكتر يعني دي الحاجة اللي حصلت مرة حاجة عادية شفناها خمسين مرة يعني مفيش حاجة تلفت النظر مفيش حاجة تلفت النظر مهم جدا أسأل حاجة برضو لأن ده السؤال اللي كنت أنا عامله مبارح على والحقيقة لقيت رد فعل هايل في هذا الأمر سؤالي هل من بنسبة للصفقات هل أنا ممكن أو حضرتك شايف أن هناك صفقات محلية جوة مصر يستنفع للأهلي من وجهة نظرك هو في بعض أنا عندي هنا وجهة نظرك تفضل فيه لعيبة بتيجي من برى الأهل والزمالك أو من برى الزمالك أو الأندية المتعودة لأنها عندها المنافسة على البطلات دي فيه لعيبة بتبقى تلفت النظر أو تلفت العين إنما وانسة أول ما بتجيبها وتخش جوة النادي وتلبس التي شيرت الأحمر بيبدأ يحصل عندها رهبة المكان ورهبة التي شيرت ورهبة الجمهور والشعور بالمنافسة ولي ولي اللعبة دي أنا من وجهة نظري الشخصية إنها أول ما تيجي لازم تقعد في ست شهر لازم تاخد ست شهر تاخد ست شهر فترة حضانة كده نتعرف البيبي دوت لما بيجي ينزل وتاخد في حضانة كده هنعملها إزاي هنعملها إزاي هنجيبه هيتقعد معاه من كل الاسطف اللي موجودين المساعدين بتاع الكوتش اللي جوه النادي اللي من النادي يعرفوه طبعا هو عارف يعنيه النادي الأهلي إنما لازم لازم يعرف أسلوب الشغل بتاع النادي الأهلي أوكي الضغط التعامل بتاع النادي الأهلي جوه النادي إن النادي الأهلي نادي جماعية ما فهوش فردية إن النادي الأهلي وإنت موجود ما تقلقش من أي حاجة ولازم يكون عندك شخصية كل ما يخص النادي الأهلي كل ما يخص اللي بيحصل جوه النادي الأهلي ده هياخد فترة أثناء الأثناء ده كله بيلعبه أو بيلعبش؟ لا ملعبش كثير برضو ست شور أنا جايب لعيب عشان أقعده ست شور وأنا أنا بكلمك في أي دلوقتي أنا مش عايز أحرقه أيو بس يعني ست شور كثير حدش هيستنى ست شور أنا 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 بقول لما جيب لعيب مثلا محمد محمود جين نادي الأهلي محمد محمود ده كواليتي لعيب كواليتي لعيب كويس جدا الفترة اللي دخل فيها بدون التهيئة دي خلي بالك بدنيا كمان أوكي والنواحي البدنية بتفرق كتير جدا 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 أنا مثلا بك نقول لحركة اللي جايين الصفقات اللي حيجيبها أنا دلالي خلال هذه الفترة هتكون أو هتستفيد زي ما حالك بتقول إزاي وجهة النظر يعني إن حيبق عندك بقى معسكر هيتعمل في هولندا في خمستاشر يوم على الأقل ومباراتين أو تلاتة ودايتين ولما ترجع تأخذ لك مباراتين تلاتة ودايتين ويومين قبل ما تسافر يعني دخلت في الأجواء اللي حضرتك بتقولها بحيث أن أنت لما تلجع تبتلي تلعب مبارات السوبر في آخر شهر عشرة أو قبلها تبتلي الدورة وتلعب تبقى خلاص دخلت لكن ستة شهور كتير سيبك من ستة شهور آآ بلاس ستة شهور دي آآ خليها ثلاث شهور أو شهرين لا شهر مش هيكفي ليه؟ لأنه اللي مطلوب منه كتير اللي فايته اللي فايته جوه النادي كتير مش قليل أنا بكلمك دلوقتي على نوعية معينة مش بكلمك على لعيب أنت جايبه من منتخب مصر وقدة الظروف دي ده هيخش يلعب تاني يوم لا أنا بكلمك على بعض اللعيبة آآ اللي جاية من أندية بقارية اللي جاية من أندية ما فيهاش منافسات ما فيهاش منافسات أحسن ما فيهاش منافسات ما فيهاش منافسات ما يشوخد على إنه بينافس أي ورد جدا تجيب لعيب من أمبي أو لأ النهاردة كان فيه ستة لعيبة ستة لعيبة بيصارع على الهبوط آخر السيزون هنا السنة دي لو أنت جبت منهم لعيب هو كل شغله طول السنة بيصارع على الهبوط غير كل طول السنة بينافس على البطولة ده مختلف ده مختلف عن ده من ثالث هنا مختلفة كلية أنا جزئين عن هنا أوكي والضغوط هنا مختلفة شوية حسنا سألت حضرتك السؤال هل هناك في السوق المحلي أنا بشوف أن ده هيبقى أقل مش للنادي الأهلي بس حتى محدش يأخد كلامي أن ما فيش صفقات قريب ستعرفوا إيه اللي بيحسر لكن أنا بقول أن ده هيبقى أقل ماركت يمكن أو أقل الحقيقة السيزون ده مش مبين حاجات كتيرة خالص آه يعني فيه فيه مشكلة كبيرة جدا مش مقابلة النادي الأهلي بس مقابلة كل الأندية أو معظم الأندية دي حاجة الحاجة الثانية اللي برضو اللي ممكن ما يساعدش النادي الأهلي أنه يجيب كل الصفقات اللي كان عاوزها قبل كده كان النادي الأهلي بس هو اللي معه فلوس أو النادي الأهلي وحد تاني بس اللي معهم فلوس يقدروا يصلفوا في الصفقات النهاردة احنا بنتكلم خمس ستة أندية يقدروا أو ستة أندية يقدروا يقدروا يدخل في العيب هو يدخل معك فيه ويدخل دايقك فيه فهنا العرض والطلب نسبة الطلب زادت ما بقيتش أنت لوحدك أو أنت هو واحد تاني كان نقل له الزمال النهاردة بقى فيه فيوتشار يدخل وسيراميكا يدخل وكذا حد تاني يدخل ومصر يدراتك وبيوتراميز يدخل يعني فيه أندية تقدر تدخل فيه أندية تقدر تدخل وتنفسك في القصة دي زادت أن العرض أقل اللعيبة أقلت كثير اللعيبة أقلت كدا جدا يعني أنت النهاردة بتتكلم النادي الأهلي عايز جناحين ده وجهة نظرات الشخصية الجناحين أشد وأمس احتياجات النادي الأهلي جناحين تمام فالجناحين أنت النهاردة اللي بتجي تشوف الأجنحة الكويسة في مصر اللي اللفتت للنظر الموسم ده أحمد رفعت مصطفى شلبي يعني هاعد أفكر شوية عشان أجيب الثالث صحيح يعني هاعد أفكر شوية كده عشان أجيب الرجل الثالث صحيح طب إنت لو مصطفى شلبي ده من نوعية اللعيبة اللي أنا بقول عليها لو جيهه النادي الأهلي لو جابهه النادي الأهلي لازم يتحط في الحضانة يا شؤال أول ليه؟ عنده كواليتي آه إنه ما عندهش المنترتي بتاعت المنافسات ولازم يخش في مش هجيبه مندار للنار على طول لازم يفهم الكلام ده كويس لازم يتمرن عليه لازم يتقله لازم أحمد رفعت عنده بالقصة دي واخد باك خلص عايز بس أسألك سؤال مهم أه ده أنا بقول لك دلوقتي العرض يعني أنا النادي الأهلي عايز جناحين إحنا دلوقتي اتكلمنا في 2-3 لعيبة 2 بس فين اللي موجودين البقية وده أنا بقوله 2-3 دول ده لو الأندية بتاعتهم ثابتهم كم واحد عايزهم ده أنا بكلمك فيه بقى إن الطلب على المكان ده ما بقاش الأهلي بس ده الأهلي دي عاوز والزامالك عاوز يرى ميك عاوز يرى ميك عاوز يرى ميك عاوز أنت هو إبراهيم عادل أه عسن بس إبراهيم عادل أدي بكلفة 3 لعيب 4 لعيب هنجيب منين البقيين أو مين ده هيد المين وممكن ما يسيب لكش خالص أصلا أنا بيقول لك مش هدي الحد أنا عاوزه أنا عندي مسابقاتي فيوتش ريناردا عنده أحمد رفعت ودخل في كونفيدرالية واسيبوا ليه أنا عايز كونفيدرالية أريد أن أنافس على كونفيدرالية فهي دي المعضلة الموجودة في الماركت السنة هي دي المعضلة الموجودة وده مشكلة لازم يتحطي لها حل من دلوقتي لأن ده معناه أن السيزون اللي جاي هيبقى أقل كمان وحنا لازم نطور في القصة دي صح يا كابتن ولكن هو ليه اللعيب أقلت يعني ما هي دي القصة حضرتك زمان كان فيه فلان وفلان 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 كتير قوي تقدر تتكلم فيه دلوقتي زي ما حالك بتقول كده لما تيجي تبص على الماركت في مصر هتلاقي خمس ستة أندايا بتتسققوا على اثنين أو ثلاث لعبين معرفين بالإسم المشكلة بقى نرجع هنا الكبيرة وحد يعني ده وجهة نظري وانا هممكن الناس تسعل مني بس دي وجهة نظري المدربين الشغل بتاعهم غير الناشئين وفي الدرجة الأولى أوكي يعني أنت بتتكلم على كم فرق في الدورة الممتازة؟ 18 18 في منهم على الأقل 9 أو 10 فرق بتلعب زون ديفينس مضبوط طب 10 فرق وقتا أنا هقول 9 أو 10 ماذا هم 3 فرق بس اللي بيعابوا ويهاجموا فيوتشر أربع فرق أربع فرق أربع خمس فرق بالكثير البقين كلهم بيعابوا زون ديفينس طب زون ديفينس هايبين لك الجنحات هايبين لك الجنحات ده هايبين لك واحد سترايكر بس سريع كده وخلص وشكرا وهايبين لك كل الناس اللي بتدافع وتخبط فين هنا الجنحات ده يعني إيه يعني راجل عنده سرعات عنده قدرات فنية عالية في أنه يقدر يوصل للخط واختراقات جيدة ويقدر يعمل أسيست ويقدر يجيب جول فكل ده مش هايبين في الزون طبعا كل ده هايبين فيين في فرقة بتلعب زي فيوتشر في فرقة زي سامن بلعب مع اسموحة أو بلعب مع سيراميكا كيلو باترا في فرقة زي بتلعب بيرامينزا في فرقة زي الأهل وزي هنا اللي هيبان نعم غير كده مش هيبان لك عشان كده احنا لازم نغير من التفكير بتاعنا ونعرف لازم نعود اللعيبة بتاعتنا إنها تطلع وتهاجم وتشتغل وتروح وتيجي وتختارق الزي وشغل مداربين طبعا فكل ده شغل مداربين أكيد طيب برضو خلينا فيه اتجاه للصفقات لأنه أنا بشوف يا كابتن إن طالما ما فيش صفقات جيدة يبقى مش لازم أجيب معرفش أنا دي وجهة نزل أنا أنا أجيب أمتى لأجانب أنا عندي اثنين أو ثلاث أجانب يبقى أجيب الثلاث أجانب دول إيه؟ كنبيلة كنبيلة فورا أنا معاك في دي لكن أنا أتكلم عن المحليين وأنا لازم أجيب نادي الأهلي تحديدا لازم يجيب خمسة أو ستة أو عشر أو عشر أو عشر وهينا طالما ما فيش ما توفر ليش اللي اتنين الأجنحة المصريين المحليين هجيبهم أفرقة بقى بالزبط كده أدور عليهم كويس جدا في أفريقيا وأجيب اتنين كويسين جدا مفروض يكون العين خدت أو مفروض يكونوا موجودين أصلا وخلاص موجودين وخلاص نختار منهم وناخد اللي احنا عاوزينه ويكون موجود إنما أنا عندي كتيم في النادي الأهلي أنا عندي كتيم في النادي الأهلي عندي الكمية التي تكفيني أقدر أعمل تيم قوي جدا 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 ويكمل ويعمل أنا عندي أنا عندي أنا قلت أن يا جماعة أنا شايف أن أنا مهوم كابتن زي ما حالك قلت الناس اللي لازم تيجي النادي الأهلي لازم تبقى أنا لعبة منتخبات أنا هجيب منين والدنيا مش مهونة أي حد هيجي يخوش عايز سردباك مين السردباك اللي هيجي يلعب على سين وصاد وعين السردباكات بتوع النادي الأهلي لغاية آخر شهر بيلعبه في انتخب مصر صحيح لغاية آخر شهر أو لغاية آخر استخدامات للمنتخب هم بيلعبه في انتخب مصر يعني طيب يبقى أنا هجيب مين من بره يعني اللي معاهم وسويهم الوينش محمود علاء أما هم دول منافسين اللي ليهم ودول هتجيبهم منين مش هيجوا فأنت هناك في المركز ده في البوزيشن ده أنا من نوجة نظر احنا عايزين واحد ويكون أشوال علشان يكمل الشغل يبقى زي آيمن أشرف أو يبقى عندنا مع آيمن ده ندور عليه ونشوفه ونجيبه فيه واحد موجود هجيبه من الحتة الفلانية ممكن اتكلم عليه مش بومبة إنما مع الشغل هنا 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 لا بالضبط كده هنا لازم العين ده ممكن تستحمل في المركز ده تحديدا ممكن نستحمل إنه يخش الحضانة لأنه عندك وفرة عندك وفرة زي ما حالك بتقول حتى لو مثلا بتلعب واحد ناحية الشمال فبيبقى آيمن أشرف معه معلول وناحية المين مثلا محمد عبد منعم ومع أي حد ناحية المين أكرم هاني كريم أي حد فناحية الشمال حتى لو لقدر الله تعب مثلا آيمن ولا لقدر الله إنذارات ولا لقدر الله أصابه ولا حاجة ممكن تجيب ياسر بريم يلعب تجيب محمد عبد من أنت دكاله رامي يعني تقدر فتقدر تحط واحد من اللي حضرتك بتكلم عنهم في الحضانة شهر واثنين كمان ما هو ده اللي بقوله ما هو أنت أي حد هتجيبه لكن في مراكز مش هايبه مش هتلحق بقى أنت عندك كل أي لعيب هتجيبه عندك أخوه في المركز بتاعك في النادي الآلي عايزين عشان يبقى عندنا الكمية كلها أو العدد كله مريب في المستوى مع بعض يعني أنت هتجيب حد هيبقى كويس ومع الشغل واللي في الحضانة اللي هتعمل ده يقدر يقرب من الرجل اللي بيلعب ولما يخش يلعب يبقى زي واحدة واحدة وهو ده اللي احنا شوفنا أنه ما حصلش خلال الفترة الأخيرة أنه هو موسماني على رغم من كمية البطولات التاريخية اللي خدها معناتها موسماني أنا مع الكارسة كبيرة جدا ولكن عندك كان هناك فارق ما بين واحد واثنين كبير مدلبة كلمك موسماني وحتى واحد حتى واحد ما حصلش فيه تطوير أنا هي دي هنا المدرب يدرب الفرقة كويس قوي ويعمل لها تمرين كويس قوي 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 إنما الكوتش يدير ماتش كويس ويطور في مستوى اللعيب أهم مميزات الكوتش الكويس أنه يطور في مستوى اللعيب بتاعه فنيا وخططيا هنا مهمة جدا 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 أن أنت اللعيب بتاعك لما ساب تيمي النادي الأهلي أنت لما اشتغلت مع مانو الجوزي إذا ما اشتغلت مع قبل مانو الجوزي لا لا طبعا طبعا لا ماذا عملوا معاك؟ طور فاهمك يعني إيه وجهك مارجزان؟ عايزك تتحرك هنا؟ عايزك تروح هنا؟ إذا كنا بنخش ماشوه كان بيحب الباك الفول باك اللي بيلعب على الخط بس؟ حبش الباك يخش الجوه فلعبك على الخط بس؟ حلو، هيجي لأنا واحد تاني يقول لي خش الجوه بقى وخش يشتغل وعمل هذا التطوير وعندما أرى الإسلام يخضر خط على طولي سأقوم بعمل إيه؟ سأعطي له حتة زيادة، حتتين زيادة سأدخله الجوه، سأدخله في نص الملعب لكي أطور من أداءه الهجومي أو لكي أخليه بقى هو مفتاح لعب الثاني بديل في حالة أني أبو تريكا ممسوك أو في حالة أني في حد ثاني من نص الملعب في زنقه أو في زون مقفول علينا لا يوجد مش مساحاتي، الأطراف اللي هتجي تشتغل هو ده التطوير اللي أنا أتكلم به ده ما حصلش ده مع موسيماني أوكي ده ما حصلش مع موسيماني بالعكس ده فيه لعبة عندك من اللي هي نمر واحد بدأت تعمل كده في الفترة الأخرانية كان لازم؟ بدأت تنزل 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 فده كان مؤشر جدا على أني مفيش تطوير مش مؤشر على أني ما فيه إجهاد زي ما كان بيتقال لا لا، ده كان مؤشر على أني مفيش تطوير مفيش تطوير، نسبته قليلة جدا بالنسبة للعيبة عندنا وده واضح جدا والحاجة الثانية اللي عايز أتكلم فيها برضو يا إسلام انه اللعيبة عندنا لعبة نادي الأهلي أهم ما يميزها على مدار تاريخ النادي الأهلي هو شخصية اللعيب وده اللي بينعكس على اللعيب حتى اللي بيجي من بره النادي مدلمة كلمك بقى فيه الحضارة اللي بيقول لك عليها دي يعني فيه لعبة قاعدة فترة طويلة طيب أنا أقول لك أفشة ومحمد شريف جمهم بره النادي صح بعد الفترة دي لقينا اللي اتنين نزلوا طب أنا ده أنا ده أنا أنا أفشة لعبة نادي الأهلي أنا شريف رأس الحربة بتاع النادي الأهلي أنا هداف الدوري مفروض إن أنا هتاز من من أي غحاجة أو من أي قرار أو من أي حاج خالص ما هو هي ده الحضان اللي بيكلم فيه ده اللي بنتكلم فيه لازم تبقى عندك هنا ما تتهزش لحظة ما تتهزش لحظة من هنا بس هل هي كابتن برضو معلش مع احترامي لكل ناس وأنا هنا مش بكلم على الشريف وعلى أفشة هو أنا كلعيب ومهما حصل من قندية أخرى ضدي أو من مدير فني المنتخب أو حتى من مدير فني للنادي الأهلي وبجد مسندجة مهرية كبيرة جدا من 70-80 مليون أهلاوي بيبقوا بيسندوك وده بيبقى واضح دلوقتي يعني أيام حضرتك وأيامنا ما كانش فيه بقى مكتش تعرف ناس بتشوفها في الشارع أوكي لو أنت قاعد في البيت مش هتشوف حاجة لكن أنت دلوقتي على سوشال ميديا أنت لو محمد شريف لأربعة وشين ساعة عارفك وإلى الأراء كلها تسأل وإيقال لو أنت إكس من اللاعبين وشايف أن الناس جاي عليك أو مدير فني المنتخب جاي عليك و الجمهور الأهلي وقف ده جمهور الأهلي ساعتها كان واقف اللي أنت بتقوله ده مليون في المئة صح إنما أنا أكلمك على الشعور طبعا بيساعد إنما لازم يكون عندي أنا الأول لازم يكون عندي أنا الأول أنا الأول كلعيب أنا الأول كلعيب لازم أربي نفسي على ده أو أعود نفسي على ده ولو مش موجودة أتمرن على دي إن أنا مفيش حاجة تهزني أتمرن عليها إزاي هنزل التمرين هعمل دي اللي أنا أغلط فيها دي أو النواقس اللي عندي إيه عندي مشكلة في الدخول من برا الجوه عندي مشكلة في إنه عامل زي بيبوش رجلي الشمال أو عندي مشكلة في الوان تاتش والتو تاتش ما فيش حد يعرف عيوبه أو يقدر بعيوبه أكتر من اللعيب نفسه أوكي هو اللي ي ده اللي أنا بكان فيه هيطور من نفسه هيكلم مع نفسه هيشرح لنفسه إيه المشكلة ويكلم نفسه بصوت عالي ما يفرقش معي لده ولاده ويخش يحملها تاني في التمرين حتى لو لوحده مليون مرة أوكي هو بيتكلم هو أبيك هو قصده إيه؟ إن أنا لا ده أنا بعملها وعملها وعملها ما فيش مشكلة فده قصد اللي لازم دي هتيجي برضو من الحضانة إن انت ما تقلش ما فيش حاجة تقل منك أو في سيقتك في نفسك خالص طيب حالتلع فاصل وبعد هذا الفاصل برضو حالترجع نكمل كلامنا فيما يخص النادي الأهلي وكرة القدم المصرية مع النجم الكبير كابتن مجدي تول ما أسمعها كده أنا مش مقتنع بحاجة أسمعها كده خالص بدليل من أنجح المدربين اللي دخلوا النادي الأهلي وعملوا طفرة في الكرة في مصر هيدو كوتي ماجري ومانو الجوزي بورتغالي نجح نجاح كبير جدا مع نادي الأهلي دي مدرسة ودي مدرسة تانية ديدريك فيسا مدرسة تالت والألمان نجحوا مع نادي الأهلي بشكل كبير جدا لأنهم جمع أكتر جنسية دخلت النادي الأهلي كانوا الألمان راينر هولمان وراينر تسوبل وديدريك فيسا تلاتة ألمان البرتغاليين اتنين من جوزي وصواري ولكن لا يوجد دعوة المهم لدي استراتيجية الرجل تفكيره هل بردو ماشي؟ هل بردو يا كابتن أنا دلوقتي جايب مدير فني للمنتخب هو روي بيتوريا البرتغالي ويعني ميكالي برازيلي ولكن نفس المدرسة تقريبا نفس الدماغ نفس استراتيجية اللعب برازيلي اوروبا برازيلي اوروبا بالتالي انت عندك مثلا المدير الفني لزمالك برتغالي المدير الفني اللي كان لنادي الأهلي برتغالي المدير الفني اللي كان للادء برتغالي LabB نعتبره برتغالي فبالتالي هو معجل سال البرتغالية طبعا فييرا أنت عارف حالك لكن هل ده توجه معين مش عارف لا هو مش توجه معين هو قدرا حصل أنه مانورد يززق نجح في النادي الأهلي فبدأت المدرسة تتاجه أو بدأت الأندية تتاجه للبرتغاليين زي ما بيحصل في السعودية أن مدرب تونسي بينجح فيبدأوا يجيبوا معاشا مدربين توانسا مثلا يعني نفس القصة هنا نجح مانورد يوزي فبدأت الناس تفكر في البرتغاليين فأنات زمالك راح جايب في الريرا في المرة الأولانية فريرا نجح في المرة الأولانية فبدأ نجيب تاني المدرسة البرتغالية نجحت مع الأهلي ومع الزمالك الزروف اللي حكمت ما خلي بالك روي فيتوريا مش هو اللي كان مرشح الأساسي للمنتخب فهو القدر جابه فلما القدر جابه كانت صدفة أن الأهلي والزمالك عندهم اتنين بورتغاليين في الوقت ده فهي القصة ما بتتقسش كده يعني هو ممكن يحصل قطفاهم ما بين المدربين مع المنتخب مع مدرب المنتخب عشان التلاتة بيتكلموا لغة واحدة أو التلاتة من بلد واحدة ممكن نكلم معهم مع بعض إنما حسن شحات أخد ثلاث مرات كاس الأمم وهو مصري ومانو الجوزي كان بورتغالي وكان في ناد الزمالك عدى ثلاث مدربين أو أربع مدربين من جنسات مختلفة مش هو ده اللي هحدد الأساسي إنما زي ما بقولك إزاي طريقة التفكير بتاعت المدرب تناسبني أنا كنادي وتناسب طريقتي وأسلوبي في اللعب يعني أنا النادي الأهلي بيحب يلعب كويس ويكسب كويس ويكسب بطولات مين المدرب اللي تتوفر فيه الموصفات دي واحد بيعرف يكسب مباريات ويكسب بطولات إنما بلعبش كويس فدي برضه بتعمل نوع من زي ما احنا شوفنا موسيماني بيكسب بطولات صحيح وبيكسب مباريات إنما الجمهور كتير جدا منه مش مبسوط ليه لأن الشخصية بتاعت النادي الأهلي اللي هي تفرد نفسها في بره جوا شوفت بانو جزي كان بيعمل معكم ازاي يقولك وانت بتلعب هناك أنا مليش دعو أنا هعمل هو ده النادي الأهلي لازم يبقى أفرد أسلوبي والباقي يشتغل علي رد فعل ما بقاش أنا رد فعل فييلر عمل كده هو ده هي دي سيمة الأندية الكبيرة إسلام أنا أفرد أسلوبي أنا نمر واحد في أفريقيا أنا أخذ عشر مرات في أفريقيا يبقى روح أعمل رد فعل على الوداد أو على الترجي أو على لا أنا هو أجبيره أنه هو يبقى رد الفعل فلازم المدرب اللي يجي بقى يجي من بورتغال يجي من ألمانيا يجي من برازيل يجي من أي حتة من سويسرا من النمسا من أي حتة بس يكون عنده طريقة التفكير دي يبقى عارف أن النادي الأهلي هو ده أسلوبه لازم يبقى فاهم ده كويس وده بيجي بناء على الميتينجز اللي بتحصل ما بينه وبين المسؤولين معاه في التعاقد وما بيتكلموا معاه فأنا ما عنديش مشكلة في جنسية المدرب إنما عندي المشكلة إنه طريقة تفكيره وهيبان ده في السيفي بتاعه طبعا وماتشات اللي في فرق اللي العب لازم يكون واحد شاف كل حق طيب كابتن مجدي أنا بشوف إن من أفضل الصفقات اللي عملها النادي الأهلي هي إراحة سبع أو تمن لعبين أفشا على القرارات طبعا على محمد الشناوي على بقية اللاعبين يعني هما سبعة ثمانية وعمر السولية وحمد فتحه قرار ممتاز قرار ممتاز طبعا طبعا ثلاث أسابيع اللعبة اتحرقت بمعنى كلمة اتحرقت بالمعنى اللفظ الكلمة اتحرقت اللعب ينزل أصلي أنت لعبت كورة وحنا لعبنا كورة وكلهم هنا هنا لو تعبان خلاص هنا مش عارف يفكر والعكس برضو هنا لو تعبان وحاسس بالوجع والتعب هنا مش عارف يفكر لأن التفكير هيبقى في إزاي هستريح أنا مش قادة كده بتتصاب عشان كده بيحصل لك الإصابة لأن المخ بيدي إشارات غلط حيزك كباسي فبتحصل لك مشكلة فأنت بتدوز زيادة بيتحصل لك مشكلة أوكي فلازم لازم اللعيب يستريح لازم وما الهم ده في أوروبا بيرتاحوا مرتين بيعنونه فترتين راحة في السيزن أثناء السيزن مش مرة واحدة فيه ما بين الروندو التاني فيه فترة راحة 15 يوم أو 3 أسابيع اللي هي فترات الكريسماس في الشتة دي اللي هي بعد اللي هي بعد اللي هي مسموها جازة التالج مجازا اه إنما هي حتى هم وإحنا وإحنا بناخد وإحنا بندرس بره في ألمانيا وأنا بذرس في ألمانيا بيديك البروجرام بتاعك على إنك عندك فترتين راحة أوكي فترة ما بين الروند الأولاني والتاني فترة بعد وفترة ما بين السيزن والسيزنت اللي بعته أوكي فالبرنامج بتاعك بتحط كله بناء على فترات الراحة دي إذن ليه لأنه لعيب الكورة بعد بعد منافسة ثلاث شهور وشهرين وشهر ونص وشهرين فترة إعداد يعني بعد خمس شهور بيوصل للبيك بتاعه خلاص انته لازم يحصل له فترة راحة عشان يبدأ يستريح ويبدأ يرجع من الأول تاني من تحت لفوق تاني من أوله جديد لأنه بعد ما يوصل للبيك بتاعه وغصبا عنك هينزل وغصبا عنه هينزل طبعا فهنا الفترات الراحة مهمة جدا عشان كده من قرار من أهم القرارات اللي اتخذت راحة العيبة دي كلها وده كان مهم جدا جدا بغض النظر أنها فرقت مع التيم ولا ما فرقتش مش هو ده الأساس أنا خدت قرار بناء على المعطا المهم كمان أن أنا قريت كويس أيوه أنا قريت كويس أنا البطولة خلاص مش بتاعتي ايه الظروف اللي بتقول كده واحد اثنين ثلاث اربع المعطيات اتحطت قدامي أن البطولة دي مش بتاعتي خلاص أستفيد من المشاكل اللي موجودة دي أطلع منها إيجابيات اللي بيها أستعد للسيزون الجاي وابقى خلاص حطيت ده على جام ونبدأ نستعد للسيزون الجاي من دلوقتي الفترة اللي هي خدوا فيها الراحة طيب خلينا ننقل بقى لقايمة النادي الأهلي قايمة النادي الأهلي دلوقتي فيها ثلاثة أجانب ومن حقك يبقوا خمسة يعني فضل لك اثنين دي أول حاجة تاني حاجة أن فيه ثلاث أجانب ممكن تجيبهم تحت السن كمان ايه رأي حضرتك في هذا القرار هو كنادي أهلي أنا مستفيد جدا يعني أنا هستفاد من ده كويس جدا ليه لأن البطولات اللي أنا بدخلها كتيرة وعدد الامبارات اللي عندي هتبقى كتيرة ايه فالروتيشن اللي عندي لو أنا جبت الستة لعيبة لو جبت الستة لعيبة أو الخمسة لعيبة الأفارقة بتوعي على مستوى متميز هيساعدوني كتير جدا جدا فيه أثناء سيزون في المباريات في الروتيشن اللي أنا هشتغل به لأنه أنا بعمل في السنة حواري خمسين فالخمسين خمسة وخمسين ماتش ما يقدرش لعيب واحد يقدر يشتغل بيهم مدار السنة كلها فلازم يحصل فترات راحة وفترات شغل دي مهمة جدا السكواد بتاعي نفسه كمان بقى بتاع لعيبة النادي الأهلي لازم يبقى زي ما قلت لك إسلام لازم يكون قريبين من بعض ما يبقاش علي معلول لما يقع تبقى عندنا مشكلة لما يبقى أكرم التوفيق وقع يبقى عندنا مشكلة نعم لازم يبقى لازم كل ده تحط في الحسبان لازم لو حد وقع التاني يبقى قريب منه يبقى قريب منه قوي إذا ما كانش زي ونادي الأهلي ما خدش بطولات غير كده غير عشان كده يعني ما خدش بطولات وما دخلش مباريات ب يعني وموجود مش مش موجود أنت لعبت الماتش بتاع كاس العالم لأن ديها بالشباب بجزء كبير بجزء كبير جدا كان تمانية على ما تذكر أو تسعة تقريبا هو ماتش واحد إنما بيّن إن في بعض العلامات اللي تقدر تشتغل بيها في نفس الوقت أنا عاوز إني أنا أهتم جدا 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 بالناس اللي تحت اللي تحت التيم الأولاني على طول نشئين لازم موضوع مش موضوع أعراض وأدي أعراض وبس لا أنا اللعيب اللي أنا هديه إعراض مش هستفد منه غير لما يبقى يرجع إيه بس موضوع ده حصل أنا فاهم إنما حصل في 3-4-5 إنما في وقت ملاقوات ورد جدا إن أنت في الوقت ده ما يحصلش صح ما يحصلش صح أنا عايز اللعيب اللي عندي في النادي اللي أنا هشتغل به يبقى أفضل من كده يبقى أفضل من كده يعني زمان كان فيه مثلا أيام الجيل بتاع 2004-2005 مثلا كان فيه حسام عشور وعمال متعب وكذا 45 وحسام غالي بعد كده كتير مدلم ما كانتش فيه الإعارات في الوقت دوت كتير بتطلع من النادي وواف عشان كده استعملتهم بس أنت مع حضراتك الإعارات أحسن قبل بس ما نكمل الجملة دي لأنها مهمة جدا هطلع فصل وبعد الفصل حاجة رجع أسأل كابتن ماجد تلبى يعني هل الإعارات أفضل ولا أن أنت تبقى في النادي طبعا تلعب مباراته كل حاجة ولكن الإعارات يا كابتن أنت بتلعب برضو مع فريق أول أو على مستوى الفريق الأول هطلع فصل وبعد فصل نرجع لكمل هذه الجملة أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى كابتن ماجد كنا بنتنا تناقش في هذا الأمر هل أن أنا ألعب على مستوى فريق أول حتى لو أعرى من النادي الأهلي وفي الآخر أنا ألعب سنة مع فريق برضو بيرعب في الدول المتاز ولا ألعب مع الناشئين يكون أفضل هنا التوازن مطلوب توازن مطلوب جدا جدا أنا هبعد الإعارات وهطلع إعارات لأنها في الآخر بتعود على النادي الأهلي بالنواحة المادية كمان طبعا الناحة كل ما واحد لأنا كراجل كنادي محترف المفروض إنما لازم بيقى فيه عملية التوازن اللي هي إيه أنا عندي مشكلة في الموزيشن بتاع السرديبكات إبقى مش أطلع السرديبكة إعارة مثلا أوكي أوكي ده مهم جدا المكان اللي أنا عندي فيه دي فوق أو عندي فيه مشكلة في الفوق طبعا أحيانا بتحصل ظروف محناش مش في الحزبان إن مثلا البوزيشن بيبقى فيه وفرة والثلاثة بيتعوروا مثلا لقد ما حصلت طبعا لا كتير كتير دي ما بنتكلمش فيه أنا وأنا بأتكلم في التوازن في الظروف العادية بالزبط في الظروف العادية لازم يقى فيه توازن أثناء تخريج اللعيبة للإعراض أشوف الـ اللي أنا محتاجها عندي فيها قصور في الفريق الأول لا دي ما تخرجش إعراض خالص لازم دي تبقى موجودة ولازم تبقى موجودة باستمرارية وليها نوع من أنواع التدريبات الخاصة عشان يقرب بمستوى من الناس اللي بتلعب موجودة ده مهم جدا ده مهم جدا 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 ده هتبقى مسؤولية مين مسؤولية قطاع الناشئين بالاتفاق مع قطاع الدرجة الأولى أن لازم عندنا عندك مشكلة في الخزة يا خالد عايزين تحضير للباكرايد بتاعنا الفترة اللي جاء دي كلها عايزين البوزيشن ده عايزين البوزيشن ده ركزوا عليه في شوية متطلبات بتاعتنا اللي احنا عاوزينها تبقى واحد اثنين ثلاثة اربعة اوكي فهمتك هدهالك هتشتغل بيها وبعد ما يشتغل بيها ويتطور تعال اطلع معي ونشتغل وهاكذا لازم يبقى التواصل ده موجود وتبقى من هنا يبقى التواصل من هنا هيبقى عندك عينك على طول موجودة على الناس اللي موجودة تحت وفي نفس الوقت من الوقت اللي تاني طلعه طلعه مفيش ما يمنع خالص انك تلعب وماتش كاس يعني ما تسيبش الدنيا لغاية ما يحصل حاج زمع ها ما تسيبش الدنيا لغاية ما يحصل حاج لا انت تطلعه في ماتشت انت بتبقى بتلعب الكاس هتلعب فرقة في الدرجة التانية في الكاس ما فيش ممنع خالص إن أنا عندي سرد باك واعد أشوف أطلعه ألعبه ما فيش مشكلة خالص يعني بس هو ده حصل مع موسيماني مثلا في كاس الرابطة ما كاس الرابطة دي كانت حاجة تانية هو كاس الرابطة هو خدها على أساس 3-4 متشاطه منهم الإسماعيلي هو خدها على أساس إنه يريح اللعيبة اللي كانت بتلعب صح وفي نفس الوقت أنا لما يجي ألعب 7 لعيبة مرة واحدة أو 8 لعيبة 9 لعيبة مرة واحدة دفع كيفية الدفع بالنشي ها يستفد من مين؟ ما إحنا بنتلعب مع بعض تحت صحيح ما إحنا بنتلعب مع بعض تحت خلاص في طريقة الدفع لعبين إزاي؟ دي مهمة جدا مهمة جدا و أنا دلوقتي لما محمد أشرف يغلط مين اللي هيصلح له شرقية؟ لا ينفعش إنما اللي هيصلح له رمي ربيعة اللي هيصلح له أيمن أشرف ياسر إبراهيم حد من الناس اللي حواليه الكبار اللي فاهموه اللي يبقى عندهم أكتر خبرة فهنا مهمة كيفية الدفع بالعيب الصغير والتوقيته مهمة جدا مهمة جدا خلينا نروح لمنتخب مصر وأنا عايز أخذك قبل منتخب مصر عايز أخذك في كلاتنبرج كلاتنبرج تجربة مهمة اليونان حضرك عشت فيها بقى يعني قعد هو سنتين في اليونان قبل ما ييجي هنا هل ده مؤشر بالنسبة لك؟ لأن إنت أنا لو جيت أسأل عن اليوناني بقى لازم أسأل كابتب باكدي الفترة اللي حركة طبعا مختلفة ودي فترة ودي فترة ولكن في النهاية أنت متابع أنا عارف لغاية دلوقتي كل حاجة ما يحدث هناك إيه رأيك في التجربة؟ كلاتنبرج نفسها بص اليونانيين لو مش ناجح مش هيقعد شهر لا والله طبعا لو مش ناجح وهما مقتنعين ما يعودش شهر ما يعودش شهر شهرين الميديا هتمسكوا برضو هناك كده؟ لا ده أكتر من كده أكتر من هنا بكتير أكتر من هنا بكتير جدا نحن هنا ملايكة نحن هنا الجمهور والميديا وده ملايكة لا 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 والله ملايكة هناك في اليونان هناك عندنا في اليونان لا الدنيا تبقى طبعا صعبة لو أنت حبوك خلصت لو عملت إيه؟ هيتطلعوا لك الأعذار ما حبوكش؟ هنا الحب الكرهي مش عايش انت واسيم ولا عشان لديك موصلحة يعني حبوك أو ما حبوكش من إنتاجك اللي انت شايفه على كلاتنبرجي يجب لا أنا شايف انت تجربة هايلا هناك؟ أنا بكلمك هين اللي أنا شايفه هنا؟ هناك كمان يعني انت شفته السنتين اللي فاتوا ازاي يقولك السنتين طرامة قاعد نجح بامتياز طرامة قاعد لغد الوقتي نجح وبامتياز اي حد بقى تاني هيقولك أصله مصلي بقى عنده حاجات تانية في دماغه هو بتاعته ما ليش دعوة بيها أنا بكلمك طرامة قاعد سنتين يبقى أكيد نجح وبامتياز اللي أنا شفته هنا انه نجح بامتياز لأنه أنا شفته طبعا طبعا ده بقى باين من أول من تاني أسبوع ليه؟ الرتم بتاع المباريات اختلف يعني أنا نهاردة لما اجا تفرج على المقصة و بشوف الرتم أسرع بكتير بيسيب الكرة تمشي طبعا الأول اللمسة بفاول وبعدين هي اللمسة دي هنا فاول وهنا لا مش فاول دلوقتي لا بقى كله بقى كله شواه بعض الحكام بقى قريبين جدا من بعض الحكام بقى قريبين من بعض في اتخاذ القرارات ما بقيتش تشوف واحد هنا كتف واحد حسب فاول وحكم تاني واحد كتف واحد ما حسبهش فاول سابهة لا خلاص المكتفة مفيش فاول ماشي الكرة الرتم مشي تسرع الرتم بتاعها وأهم حاجة في الكرة الجديدة هو الرتم بتاعها وعشان لان انا بعد كده ككوتش هدرب لعبتي على الرتم الجديد ده ايو 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 وانا لازم اتواكب مع اللي بيحصل ده معناه ايه ان انا وانا بعمل الهجوم بتاعي وانا بعمل التحرك بتاعي في لحظة لازم لازم فيه كونتر اتاك او لازم فيه تحول من الدفاع للهجوم او من هجوم للدفاع كل ده هتأثر بي وانا هتأثر بي فده كل ده هيعلي من لان انا كان عندي رأيي ومن زمان بقوله ان من اهم اسباب بطء الكرة المصرية تحكيم كان من اهم اسباب بطء الكرة المصرية بطء الاقاع في الكرة المصرية تحكيم كان التحكيم لتحكيم المصر هنا لمسة فاول فبتوقت لها العشر ثواني العشر دقايق فيهم ثلاثين صفارة طب و بعدين يعني انا مخرج لي الحكم عامل لي في الماتش ستين صفارة اوك اوى سبعين صفارة ده معناه ايه يعني فيه سبعين وقت وقفت فيه كرة سبعين مرة او ستين مرة وقفت فيه كرة غير لما يبقى عشر صفارات ولا خمس ورش صفارة او عشر صفارة ده فرق كبير جدا فرق كبير جدا لما تنزل تلت اضعاف ده معناه اني نسبة الجارية هتبقى اكتر نسبة التركيز بتاعتها تبقى أكتر الدخول جوه الفورمة بتاعت الماتش جوه نفسها ما بتتكسرش انت عارف انت وانت بتلعب وانت فايق كويس قوي التيم اللي قدامك عشان يوقفك بيعمل ايه بيعمل فاول ايه مش كده ولا ايه صح هنا بقى الحاكم شايف ان الفاول ده ما قفش الكرة دي ما تقفش استمر 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 يبقى انت كده بتساعد التيم اللي بيهاجم انه يتنموا بيحافظ على الرتم بتاعه ما بيتساعدش اللي هو عايز يفسد جوه المباراة في انه يفسدها ايه انه يكسر رتم المباراة ما انت بتساعده لما يجي يعمل تيك فاول يصفر له فاول فاذا هنا ده اللي انا شفته في الفترة دي من كلاتنبرج الحاجة التانية شايف الحكام هاديين ما فيش العنطزة اللي كانت موجودة ما خلينا صراح كان فيه عنطزة كده انت عارف ماسك السفارة رئيس جمهورية السفارة او ماسك السفارة حاسس انه معاه في ايده ثلاث نقطة ايه تيكي تكلم والحركات اللي هي بتتعامل دي كلها قلت جدا مش اقول قلت ده ده حاجة غريبة كابتن يعني كلهم اصدقائه كلهم واللعيب الكورة وهو بيلعب الحكم ما عندهش المنافسة صحيح انما العيب الكورة عنده المنافسة واستدني في احده عادته برا اللعيب الكورة ما مع اللعيب زميله الذي في مكانه مع الخصم الخصم اللي فيشتغل عايز ياخد ثلاثة بنت عايز يكسب مستوى كويس عنده حاجات كتيرة جدا وعنده ضغوطات كتيرة جدا انت كحاكم ما عندك شي فهو لما يجي انت لما تجي تعمله كده هو مش نقصك انت كمان يعني انت جاي وبعدين هو جمهور بيجي بيجي تفرج على الحاكم لا ما بيجيش تفرج على الحاكم هو بيجي تفرج على اللعيبة والحاكم بيدير وينظم دايما كتتقال يا كابتن لغاية لوقتي حتى بتتقالي يقولك ان الحاكم اللي ما تحسش به في الملعب تبقى تعرف انه هو حاكم اي وناجح ودي حقيقة هو الحاكم بيعمل ايه الحاكم ارجنايزر الناس جاي تتفرج والناس في التلفزيون والناس في المدرجات جايين يتفرجوا على اللعيبة الكور الكورة والجمهور كله جاي يتفرج على اللعيبة الكورة فإذا خليك أداة تعين اللعيبة انها تخرج أحسن معندها ما تبقاش اسمها ايه عقبة ما تبقاش عقبة من ضمن العقبات اللي بيتضايق اللعيب ده خليك مساند دايما للعيب بحالة إيجابية فاول خلاص جاي قال لك ده مش معناه انك تتهاون مع تجاوز ده ما بقولش كده خالص في تجاوز انت عندك القانون انك تتعمل كل اللي انت عاوز برضو بالهدوء وبالراحة وبدون عنتظة وبدون الحاجات حضرتك مع تجربة مارككلاس اه طبعا مئة في المئة متين في المئة عموما يا كابتن مجدي نتمنى ان التجربة دي تنجح لانه انا شايف ان ابتدت كده ايه من بعيد اترى ضرب ضرب ده تفاهم اه نتجح لاني جده بص في الراجل من دلاتي كابتن صالح سديم بتحلال رحمه اه كان فيه تجديد خلال سيزون وبنجدد بقى نتعرف arranجه انه الجهاز كله بيقدم استقلته الزبت فالناس بدأوا يكلموا معه عضاء المجلس الإدارة يكلموا كابتن صالح الناس بتشتكي من من الكابتن سابت يقولوا كابتن ثابت وكابتن ثابت وكابتن ثابت الله أرحمه قال لهم مين بيقوله قالوا لهم بعض اللعيبة والميديا قالوا لهم بعض اللعيبة مين اللعيبة الكبار ومش عارف ايه وحصل يبقى شغال كويس يجدد له الله أرحمه فطالما فيه اعتراض كده على اللي هو بيعمله كتير يبقى هو شغال كويس لأن النفس عايزة دايما الرحرحة مش عايزة واحد يقول لك اعمل اللي هيجي يقول لك اعمل وللازم تلتازي هنا هتشتكي منه لكن اشتغل كويس اللي بيشتغل دايما هتلاقي عليه هتلاقي عليه كلام كتير ولأ لأني عايز اللي حاكم يزيد في اللقاء الدنيا بتاعته عايزه يبقى منتبه 24 ارات لما الحاكم يعمل كل ده هيتشاف كويس اللي ما كانش بيعمله التاني المسئول اللي ما كانش بيعمل الكلام ده هيقول لك وشايف الناس دي بتعمل الكلام ده كله هيقول ايه هيقول ده ما عندوش ده عمل ده سوى معروفة عن حاجات دي كابتن مجدي شرفتني ونورتني والحقيقة بستمتع جدا وحضرتك معايا بستمتع بكلامك بشكل بكتوريتك انا بشكرك جدا ربنا اخذيك انا شاكري جدا والجمهورك والجمهورنا بلقى لكله شكرا جزيلا لنجمة كبير كابتن مجدي طلبة القشطورة كابتن صالح سليم زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي اقترب موعد الاعلان عن المدير الفني للنادي الاهلي ده زي ما قلت لحضراتكم يعني في اوقات قريبة جدا جدا هتشوفوا ايه اللي بيحسب ان شاء الله وزي ما قلت لحضراتكم دائما يظل النادي الاهلي فوق جميع ابنائه ده الكلمة اللي دايما بيقولها كل جمهور النادي الاهلي وكل المسؤولين في النادي الاهلي انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله التقي مع حضراتكم بكرة وحلقة جديدة من البيت الكبير